لما كنت برفع الاول فيديوهات وبحط في العنوان عندي مثلا او في الوصف او مثلا في صورة مصغرة للصبنيل الخاصة باليوتيوب مثلا نهاية المصممين نهاية المبرمجين الحاجات دي الناس كانت بتزعلوا وتقول لي عمل حاجة انت بتفول علينا ليه وكانوا بزعلوا فعلا رغم ان انا كنت بحطها ككليك بيت عشان الناس تتشجع وتضغط على الفيديو دلوقتي لأ دلوقتي بحقه حقيقي يعني نهاية المبرمجين بجد نهاية المبرمجين بحقه حقيقي نهاية المبرمجين طلعت زكريا الحقونا الحقونا بجد فهمني طيب انا النهاردة جاي اعرفك على اداة جديدة من جوجل يسمعها فايربيز ستوديو مبدئيا انا مش مبرمج مبدئيا انا اخري بعدل فقط على الاكواد البي اتش بي في الورد بريس وحاجات بسيطة جدا يعني انا ما بقولش على نفس المبرمج ولا انا مبرمج بس هقولك الشخص المش مبرمج ده يقدر يعمل ايه باستخدام التط ده. تطبيقات اندرويد حرفيا. لو انت حابب بتعمل تطبيق اندرويد وانت صفر برمجة في الاندرويد. ده بتعمل تطبيق اندرويد فتبع معي لان حقيقي احنا دخلين على منعطف تاريخي. انا مش حابب عظم في الشيء بس انا لما جربته اندهشت. اندهشت يعني. ده وكيل زكاء بحقه حقيقي بقى. مش زي مناوس ومش زي يعني اللي هو جي سبارك. لا. ده وكيل زكاء بحقه حقيقي. عندك هنا اللي هو طبعا في الانك تحت عندك في الوصف. تمام لو انت جيت مثل دست هنا عندك على ترجمة وبعد كده طبعا جيت حولت الكلام. هتلا عندك هنا الكامل المساح. يعني كامل فيش كل حاجة والمساح ان انت تقدر تعمل كل حاجة. عمل الزكاء الاصطناعي المكدس. معرفش ان المكدس ده ولكن عموما يعني. هنا يقول لك يعني يسرع دور التطويرك بالكامل باستخدامه كلاء الزكاء الاصطناعي. انشاء وجهات خلفية وامامية. وتطبيقات جواله كزالك كله في مكان واحد. ركز قوي على النقطة دي. وجهات خلفية وامامية. لو احنا جينا رجعناها كده عندنا بالانجليزي. اللي هي اللي هي اه اه الباك اند والفرونت اند يعني عندك البرانت والفرونت اند حرفين جوجل بيعاملهم دلوقتي في مكان واحد. طيب نيقي دلوقتي يا سيدي عندي على اللي هو طبعا لو ان انت ازلت عندك تحت استعرض لك بقى هنا عندك مسلا تقدر ان انت تستعرض اللي هو الخاص بالتطبيق. وعندك هنا طبعا تقدر انت يعني تتكلم معه وتديره الامر اللي انت عايزه. اه تقدر هنا طبعا ده الوجهة بتاعته. كل ده هنشوفه. اجي هنا عندي عشان اقدر ان انا اشرح لك الوجهة. هتبص على وجهته هتلاقي وجهته بسيطة جدا. ده المشروع اللي انا عملته. تمام? اقدر بكل بساطة. يعني طبعا ده عندك يعني اقدر بكل بساطة اجي عليه احذفه زي ما انت شايف. اجي اكتب هنا عندي دليت بالمنزر ده عشان احذف المشروع اللي انا عملته. هنا طبعا زي ما انت شايف هنا اقدر احط اللي انا عايزه او الشيء اللي انا عايزه. تمام؟ مسلا والله انا عايز واحد واتنين ثلاثة اربعة هيعمله ل. مسلا انه يحتاج عمل موقع لتعديل الصور هيعمله لي. محتاج عمل موقع لضغط الصور هيعمله ل. محتاج عمل تطبيق اندرويد هيعمله لي. طيب هتلاقي عندك هنا في بيقولك تمام? اللي هو الصور. اقدر هنا ارفع صور مسلا افتراضة لمسلا قوالب مسلا نقول يعني نقول مسلا قالب تمام? مسلا لو انا صممت قالب عندي. افتراضا قالب صممت كصورة. اقدر ان انا انسخه طبعا انا مش قصدي على دي انا اصدي مسلا على اللي هي القوالب اللي انت صممتها بي اس دي. تقدر تحفظها عندك كجي بي جي وترفعها وتقول له كويد هالي. ابن هالي. انت بتخيل? ده اول حاجة. نيجر الحاجة التانية. وهو اني عندك هنا بيدي كل لغات البرمجة يعني المعروفة او المشهورة. قدت له عندك هنا مسلا افتراضا عندك هنا. ي هو اللي هو بايثون. جافا اا دوت نت. اندرويد ستوديو كلاود. تمام? وده مهم جدا لو انت حابب التنسل شتغل في الايه? في الاندرويد ستوديو. عندك اللي هو عندك هنا اللي هو اسمه ايه? مش عارف اسمه او حاجة. اللي هو عندك هنا النود. عندك هنا عندك هنا مش عارف ايده ده. وهو حاجات تانية كتيرة لغات برمجة كتيرة جدا عندك انا تقدر تعمل اللي هو تمام اللي هو حرفين كاما مسلا نقول لغة برمجة مخصصة تقدر انت يعني يعني انت تستوردها او تجيبها على حد علمي يعني وتقدر انت تعمل عندك اللي هو هنا اقدر حط مسلا عندي الوصف اللي انا عايزه والشيء اللي انا عايزه احط مسلا لسي دي عندي الاي والله انا حابب اعمل تطبيق اصنع لي تطبيق طبعا هلتشوف دلوقتي هل هو بس يفضل ما تبتدش بالعربي لانه غالبا مش هدعم اللغة العربية انا مجربتش بس انا بقولك يعني عشان خطر الشرح اجي مسلا هنا يا سيدي عندي بالشكل ده اصنع لي اصنع تطبيق اندرويد على اندرويد ستوديو يكون من كتابة الافكار حلو قوي تمام ده انا صراحة ما عندش اي فكرة بس هو حاجة بسيطة يعني اروح جاي دلوقتي ناسخ ده واحطه هنا عندي بالشكل ده واروح هنا دلوقتي جاي عندي ايه دايس عشان اقدر هنا بالفعل ابدأ التطبيق او ابدأ اللي هو الشوفل على التطبيق طبعا هنا هيظهر لك بقى مجموعة من المسلا اللي هي الاتقاط الافكار منطق ادخال اآ يعني نص بسيط لكتابة primera اللي هو المسلا اللي انت بتكتبه عشان تقدر انت تحط الافكار. اللي هو هيعمل لك عندك مسلا هنا اللهم صرع النبي. هنا مسلا بيقولك يعني التصنيف الافكار. السباح المستخدمين بتصنيف الافكار باستخدام العلامات والتصنيفات. لما في زي الفلتر او علامات مرجعية تقدر ترجع لها. وهكزا. تمام? عندك مسلا هنا بيديك الالوان. عندك اللايت اوت مسلا يقولك والله اللايت اوت مسلا او التصميم الخارجي مسلا. لو يعني التصميم نظيف وبسيط مع التركيز وعلى سهل وكراه وكلام ده كله. وعندك الحاجات دي كلها. طيب افرد انا مسلا الالوان مش عكباني محتاجي عدلها عدلها ازاي. اروح هنا عندي على ال ادت. وقدر هنا بكل بساطة. قدر دلوقتي ان اعدل على الالوان. يعني مسلا افتراضا اجي مسلا هنا. على موقع تقريبا انا كنت حطه للالوان. يعني ما اظن كان في موقع وبيستخدمه زمان هو ده. بقى ليه زمان ما ما انتخلش على الموقع ده. زي ما اتش شايف اقدر مسلا اختار اي لون للون انا عايزه. افتراضا مسلا سيدي اللون الاصفر. تمام? افتراضا يعني سيدي اللون ده. لأ بلاش هيبقى واجعل العين. اللون ده او اللون ده شكله حلو مريح اوى للعين اللون ده. تمام ما انا احب الالوان الغمعة. اجي مسلا هنا اروح جاية عندي افتراضا اقول له بدل اللون الابيض. لا انا عايز مسلا يكون اللون هو اصلا مضاف. بدل اقول له اقدر ده انا عايز اللون يكون ده. تمام? الشكل ده هقضر انا اغير. طبعا تقدر هنا تايجي مسلا تقول لك ايه اللي هو اللون مسلا. ممكن مسلا قوله انا حابب اخضر. تمام? وهكذا. يعني اعدل على الاشيء اللي انا عايزه. ال эта شيئ اللي انا عايزه. اقدر اضيفه هنا. الاشيئ اللي انا عايزها زي ما انتا شايف. اي حاجة عايزها. اقدر اضيفها. بس طبعا انا مش هضيف حاجة لاني معنديش افكار. انا بس مجرد بشرح. معنديش الفكرة انا قدر اعملها. بعد ما زبطت كل حاجة رح يندقس عندي على سيف عشان يبدأ ان هو يراجع كل الحاجات اللي هو عملها دلوقتي اقول له يا سيدي ايه ابدأ التطبيق او ابدأ في صنع التطبيق هيبدأ دلوقتي بقى يا سيدي في صنع التطبيق زي ما انت شايف يعني هنا بيكتب لك الاكواد قدامك والله حمر ده تقريبا اخطاء يعني في كتابة الاكواد هو بيغلط وبيصلحها زي ما انت شايف لو خدت بالك هنا طبعا بيقول لك اللي هو الفايل تشينجين اللي هي الملفات اللي بيتم التعديل عليها وانشاءها والكلام ده كله اللي هو بيعني بيشوف الاخطاء اللي هو كتبها في الاكواد قبل ما يكمل لا احنا داخلين على عالم حلو عالم سمسم خلينا نشوف خلينا نشوف طبعا هنا عندك بيقول لك ايه هنا طبعا بيقول لك انا معرفش صراحة بيقول لي ليه هو محتاج الجاماناي اي بي اي كي ولكن غالبا عشان خاطر شيء ما انا معرفش هنا في نقطة انا عشان اقدر اجيب الجاماناي الاول او الجاماناي اللي هو الا اي بي اي كي كنت بخش عندي هنا على جوجل اي اي ستوديو اللي انا كنت بتكلم عنه قبل كده وتكلمت عنه كتير وجيت اي بي اي اي والكلام ده كله لا يا معلم دلوقتي اي ده تغيروا الوجه انا مخدش بيقول لي والله انو ما غيروا الوجه بالي فترة ما داخلتش عليها غيروا الوجه طبعا شكلها حلو دلوقتي شكلها بقى لزيزة هنا عندي برضو نفس الفكرة بص غيروا اغلقوها شكلها حلو دلوقتي انا عمر مش موضوعنا ده عشان ماتطويه بس الاول كنت باجي هنا عندي علاجة اي بي اي كي وكنت بانسخ عندي طبعا متخ чем اي بي اي كي يعني اللي هو كريت اي بي اي كي وكلام ده كله شفت الموضوع طويل ازاي هنا هتدوس هنا عندك علي مجرد ما تدوس عليه فيجب لك اي بي اي كي اوتوماتيك لوحده طبعا دلوقتي ازا ما تشايف جب لك او انشاء لك اي بي اي كي اوتوماتيك هو واضح كده ممكن يكون بشكل منفصل او جابه بشكل منفصل ما ظهرش عندي هنا اهو بس عموما يعني هو ايه ظبطولي دلوقتي هو جيمي اه اللي هو ام ابلودي اهو هنا طبعا بقى بيقولي دلوقتي اجرب هقول له مااش يسيدي اا تجاربه السلام عليكم هقول لدي سيني عندي علاقات طبعا زي ما انتشايف اللي هو باصبح عندي ايه ككتابة افكار سلام عليكم مسلا سلكت مسلا اللي هو ايه اللي هو مسلا الاتجوري مسلا وورك اه اللي هو المسلا اللي هو البرسونال او الشخص الكرياتيف والحاجة دي كله اقول له مسلا ده اللي هو الفيفوريت مسلا اقول له والله مفضلة مش عارف ليه بس ماشي كرياتي تمام مش عارف اه ده هو يعني بيستخدم الزكاة الاصناعي عشان يعمل لي افكار ده جميل اوي ايه ده اي دي اس بي اه لا ده انا دلوقتي اشهمت اتصدق انا طلبت حاجة وهو اداني حاجة تانية يعني مسلا بص اقول له مسلا هنا مثلا افكار عن عمل الحلاوة الطحينية معرفش والله اللي كانت في المادي تمام هقول له مسلا يسيد هنا اه برسونال وبعد كده هقول له مسلا هيبتدى ان هو يعمل مثلا ان الناس هيقدر عمل حلاوة طحنية بص يعني حقيقيا انا انا مخدتش بالي من النقطة دي صنعت الحلاوة الطحنية بالمقاصرات مختلفة يعني انا ادي له مسلا الفكرة او اللي هي مسلا نقول اللهم صلى على النبي اللي هي رؤوس الاقلام وهو ببتدى ان هو يبني لي بالفعل افكار عليها طب جميل والله انا اول ما رأي اخد بالي من النقطة دي يعني انا طلبت منه حاجة وهو عمل لي حاجة تانية اكسر جمالا يعني طيب هنا برضو هتلاقي عندك في نقطة اخرى زي مسلا اللي هو الايه اللي هو مسلا الحاجة اسمها مجرد ما ناجي عليه مسلا هنا ده او مسلا جايم اختار الحاجة ان انا محتاج اعدل عليها وقل له مسلا هنا اضف فكرة هو هيعدل عليها مسلا هيغيرها للغة العربية اضف فكرة بس طبعا هو للأسف يعني بيطول كتير اوه في النقطة دي ده اول شي اهو اضفها اضف فكرة تمام وقدر اترجمها واحدة واحدة اواطل منه مرة واحدة ان هو يعدل عليها عندك ده وعندك هنا اللي هو بيفتح في صفحة جديدة يعني بيفتح في صفحة ايه اكبر يعني وعندك هنا طبعا اقدر اخد اللي هو الايه عن طريق التليفون تماما قادر انها اعمل عن طريق التليفون مسلا افتراضا بالكاميرا ومسلا جاية عندي اعمل بالشكل ده اخي تبا لشاومي والله تليفون فيه اللي هو سنام درجون ايت يعتبر من اقوى المعالجات في العالم والتليفون كاني ماشي بحاجة من يعني عوز بالله والله اهو اتفتح عندي اهو تمام زي ما انتا شايف اقدر انا بالفعل اعمل معينة للشيء اللي انا عملته عن طريق التليفون عن طريق اللي هو فلا لزيز تمام طيب ده اول حاجة انا بس اعرفك على كل شيء الشيء اللي هو زي ما انتا شايف هده طبعا بقى اقدر ان انا ايه افتح عندي بالشكل ده اقدر اعمل هنا عندي عشان اقدر ان اعمل عندي للشيء اللي ايه اللي انا عملته تمام بس طبعا ده شيء بقى خاص بالمبرمجين الصراحة انا مش هفهم فيه قوي اللي هو المصروض ده الويب انا كنت قلتول عايز اندرويد تمام عموما يعني خلينا نكمل بس النقطة دي او الجزء دي لانها مهمة جدا طبعا تقدر ان انت هنا تضيف بعض مسلا اللي هو ايه اللغات مسلا البرمجية او اللي انا اسمع لش الادوات مسلا انت احتاجها زي مسلا عندك هنا مسلا اللي هو وحاجات تاني كتيرة تقدر ان انت طبعا كون ان انت مبرمج انت عارف الكلام ده كله انا معرفوش صراحة هتلاع عندك هنا طبعا زي يعني زي ما قلت لك اللي هو او الملفات اللي انت عملتها طبعا يعني مسلا انت حابب تعدل على ملفات داخلية خاصة بالموقع وتطبيق اللي انت عملته تقدر ان انت تروح عليه انه وتعدل على الشيء اللي انت عايزه وهنا طبعا عندك بقى اللي هو الجمانية افتراضا مسلا تقدر تطلب انه اي حاجة تطبيق مثلا افترضا اندرويد. طبعا هو الفكرة ان انا لسه الى الان يعني هو مربوط اساسا جوجل جامل هاي مربوط عندي بالايه? اه اللي هو الفاير بايز استوديو تمام? طبعا هنا بقى عندي فيه نقطة اخرى انا ما اتكلمتش عنها وهو ان انت اساسا انت تقدر تفتح اللي هو اندرويد اوتو اه يعني عندك هنا اللي هو عن طريق ايه? عن طريق اللي هو التطبيق نفسه او الموقع نفسه ان انت جيت دست عندك على الاندرويد اه اللي هو يعني اه اللي هو الاندرويد ستوديو هتلاقي عندك انا بيقول لك ده ده انا مسلا تكتب عندك مسلا انه نقول ايه? اه تيست اللي عندك انا عملك الفايل الخاص بالاندرويد او ملف الاندرويد بتاعك طبعا انت لما بتيجي مسلا يتبرميك اندرويد لازم تعمل اللي هو اللي ايه? اللي هو الفايل نيم عشان ده يبقى مسلا يكون على ما اصدنا ده رقم فارين يعني انا مش متأكد بالزبط عشان دلوقتي يبدأ ان هو ايه يعني اللي هو الاندرويد ستوديو زي ما انت شايف بيبدأ دلوقتي وعندك انا بيقول لك اللي هو و بعد كده اللي هو التحليل وبعد كده اللي هو البناء وبعد كده اللي هو بايه بيخلص فهننتظر لحدا ما يخلص طبعا هنا بيقول لي يريد اللي هو ايه الفايل اللي اتطاع على النصوص والصور وكلام ده كله هقول له سماح هنا طبعا بيطلب مني اني مسلا افتراضا انا لو حابب ادي لي مسلا استلاحيا ان هو يشوف انا بعمل ايه ويحلل انا بعمل ايه كلام ده كله عشان بيحسن من الخدمة اقول له ماشي يا عم سنت عادي يعني زيتنا في دقيقنا طبعا ابتدي بقى ان دلوقتي انا اعمل اللي هو بقى ايه اللي هو بالفعل ان انا ابدأ اعمل مشروع اندرويد جديد دي ما انت شايف وابدأ بقى ان انا اصنع كل شيء عندك مسلا اللي هو الايه اللي هو الفون او الكلام ده كلهم هو اللي ماشي اقول له هنا فينش وطبعا يعني كل ده مجرد سرعة بس عشان خطر ايه وقت الفيديو يعني ودلوقتي ابدأ ان انا اصمم اللي انا عايزه عن طريق اندرويد ستوديو اللي هو الكلاود بقى والحلو فيه ان هو الى الان على ما اظنه اتمنى ان هو يكون مجاني والله اتمنى يعني من الله ان هو يكون مجاني فانت شايف حرفها احنا رايحين لفين ربنا سرعة مبرمجين بقى بعد كده حقيقي يعني احنا دخلين دلوقتي على منعطفات تاريخية يعني والله يعني حقيقي احنا دخلين على منعطفات يعني كده حاجات ايه لذيذة فحقيقي ربنا سرعة مبرمجين لاني حقيقي مستقبلهم بيضيها يعني اتمنى بس ان هم بيخلهوش مدفوع اتمنى والله من الله ان هم ما ما يكونش مدفوع حقيقي يعني انا مش احب ان هو يكون مدفوع زي ما انت شايف طبعا بيخوش عندي تاني كون ان انا ايه فتحت المشروع ده يعني فبس خلاص ده كان الفيديو اتمنى يكون ان شاء الله انا هتعلم عليه اكتر هفهمه اكتر وهو عمل لكم بعمل سلسلة شروحات لاني حقيقي مجال جديد عليا مجال جديد عليا فانا هفهمه هتعلمه واتتكلم عني انا بس مجرد ان ايه شرحت لكم الا انا فهمته بس ان شاء الله في المستقبل في حاجات اكبر بكتير جدا هتكلم عنها بازن الله فيه فمتساش بتعمل لايك اشترك في قناة فعل الجرس ومع السلامة